إنها سياسة الكريكت رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الميدان وجهاً لوجه مع لاعبين محليين في مدينة مومباي الهندية ومع الكريكت تتداخل أيضاً لعبة السياسة والتجارة والاقتصاد لعبة الكريكت التي يعتقد أنها ولدت في إنجلترا في القرن السادس عشر وصدرها الإنجليز إلى الهند وبقاع أخرى من العالم لا يريدها كاميرون أن تكون سوى البداية فما وراء الكريكت ثمت رسالة يريد الضيف إيصالها إلى مضيفيه لنلعب كريكت واقتصاداً وتجارة أيضاً الهدف المعلن للزيارة هو مضاعفة التجارة البينية بين البلدين ولربما كانت الطموحات أكبر ومن أجل ذلك كله لا بأس بإغداق الوعود بالتسهيلات والمغريات لا قيود على عدد الطلاب الهنود الذين بإمكانهم القدوم والدراسة في الجامعات البريطانية لا قيود على الأعداد فالعديد منكم ممن يستطيعون الحصول على أماكن في جامعاتنا العظيمة مرحباً قدومهم أرود كاميرون امتدت أيضاً لتشمل تقديم الخبرة البريطانية في مجال الطاقة والبنى التحتية والتعليم وخصوصاً الاستثمار فيما يعرف بالممر الاقتصادي بين مدينتي مومبي وبنجلور في الجنوب وبالمقابل يقول كاميرون إنه يجب أن تكون الهند مرة أخرى بوابة عبوراً لتجارة العالمية هدف يرى أن بإمكان الهنود تحقيقه بفتح أسواقهم ونظامهم المصرفي كل ذلك على أمل أن ينال بريطانيا نصيب من الكعكة الهندية بريطانيا ربما تريد اقتفاء أثر جارتها فرنسا التي نجحت حكومتها العام الماضي بالتوصل إلى اتفاقاً ببيع مئات الطائرات للهند وأن كان لم يتم توقيع الصفقة بعد وهنا لم يفت كاميرون تذكير مضي فيه الهنود بأن الطائرات البريطانية ستكون جاهزة للبيع في حال فشلت صفقة شرائهم للطائرات الفرنسية كاميرون يريدها إذن علاقة خاصة مع الهنود ولكن كترى هل يبادله الهنود المشاعر ذاتها؟ أعتقد أن المؤشرات جيدة للغاية فنصف الاستثمارات الهندية في أوروبا يحط بها الرحال في بريطانيا كما أن بريطانيا هي الآن أكبر مستثمر أوروبي في الهند أعتقد أن القاعدة متوفرة لمثل هكذا علاقة وشراكة خاصة علاقة بريطانيا بالهند ليست علاقة تجارة وحسب وللتدليل على ذلك فقد حرص كاميرون على وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الهجمات التي شنها مسلحون إسلاميون على مومباي عام 2008 أما المحادثات خلال لقاء كاميرون مع نظيره الهندي فمحورها الأساسي هو الحرب المشتركة على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر